موسيقى هيا نقرأ السلام عليكم ومرحبا بمتتبعي قناة هيا نقرأ وحصة جديدة من المنير في التربية الإسلامية للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي إذن لنبدأ على بركة الله والصفحتين 22 ثم 23 إذن بالنسبة للصفحة 22 الاستجابة سنن الوضوء وبعض نواقده الأهداف من هذا الدرس أن أتعرف سنن الوضوء أن أتعرف بعض نواقد الوضوء أن أرتب سنن الوضوء إذن الحصة الأولى أبني تعلماتي أولا أقرأ وأناقش دخل علي مسجد الحي فلما هم بصلاة المغرب أحس بخروج الريح فانصرف ليتوضأ وأثناء ترديده دعاء نهاية الوضوء تذكر أنه لم يمضمد قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاتِ فَاغْسِلُوا جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكعبين من صورة المائدة الآية 7 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أخرجه الإمام البخاري وقال أيضا إذا توضأت فمضمد أخرجه الإمام أبو داود إذن طلاقا من الآية والحديثين الشريفين والصورة ومن خلال النص الذي قرأناه أصف ما حدث لعلي أحدد مشكلتين وقعتا له أقدم له نصيحة إذن بالنسبة للإجابة ما حدث لعلي أنه صلى علي المغرب بالمسجد وأحس بخروج الريح عند بداية الصلاة فانصرف ليتوضأ وأثناء ترديده دعاء نهاية الوضوء تذكر أنه لم يمضمد بالنسبة للإجابة عن السؤال الثاني المشكلتين التي وقعتا له المشكلة الأولى خروج الريح والمشكلة الثانية نسيان المضمضة بالنسبة للإجابة عن السؤال الثالث النصيحة التي أقدمها له بالنسبة لخروج الريح لا بد له من الوضوء لأنه يبطل الوضوء أما المضمضة فلا حرج عليه النسية لأنها من السنن فقط وليست من الفرائد إلا أنه ينبغي له أن يقتد برسول الله حين يقول إذا توضأت فمضمض ثانيا أتعرف وأميز ألف ألاحظ الصورة وأميز الفرائد عن غيرها إذن بالنسبة للصورة الأولى هنا هذا الشخص يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من الفرائد حسبا قول الله سبحانه وتعالى غسل الرجلين إلى الكعبين بالنسبة للصورة الثانية مسح الأدنين هذه من السنن وليست فريدة بالنسبة للصورة الثالثة غسل اليدين إلى المرفقين فهي فريدة حسب قوله سبحانه وتعالى والصورة الرابعة مسح الرأس كذلك فريدة باء أربط بين العبارات وما يناسبها أعمال لا يصح الوضوء إلا بها وهي فرائد الوضوء إذن فرائد الوضوء هي أعمال لا يصح الوضوء إلا بها أعمال يصح الوضوء ولو بترك واحدة منها وهي سنن سنن الوضوء أعمال تبطل الوضوء نواقض الوضوء إذن ننتقل إلى الصفحة الثلاثة وعشرون جيم أسمي أعمال الوضوء بأسمائها من ما يلي أخذ خضة الماء في الفم وهذه العملية تسمى المضمضة إدخال الماء في الأنف تسمى بالاستنشاق إخراج الماء من الأنف وتسمى هذه العملية بالاستنشاق إذن خذ خضة الماء في الماء الفم المضمضة إدخال الماء في الأنف الاستنشاق إخراج الماء من الأنف الاستنشاق دال أقرأ ثم أميز نواقض الوضوء عن غيرها مما يلي الكلام تقليل الماء التغوط التبول النوم التقيل إذن من نواقض الوضوء التغوط التبول ثم النوم التقيل بالنسبة لها أقرأ ثم أحدد العبارة الصحيحة مما يلي الإغماء ينقض الوضوء الريح لا ينقض الوضوء إذن بالنسبة للعبارة الصحيحة هي الأولى الإغماء ينقض الوضوء أما هنا الريح فهو كذلك ينقض الوضوء ولا يمكننا أن نقول بأن الريح لا ينقض الوضوء إذن العبارة الصحيحة هي الأولى ثانيا أستنتج وأتذكر سنن الوضوء سبع وهي أولا غسل اليدين إلى الكعين ثانيا المضمضة ثالثا الاستنشاق رابعا الاستنتار خامسا رد مسح الرأس سادسا مسح الأذنين سابعا ترتيب الفرائب ومن نواقد الوضوء البول الغائط الشك في الحدث خروج الريح والنوم الثقين ثالثا أتدرب ألاحظ ثم أرتب سنن الوضوء إذا عندنا هنا صور نلاحظ هذه الصور ونقوم بترتيبها إذن الصورة الأولى سنن الوضوء صورة الأولى غسل اليدين إلى الكعين هذه هي الصورة الأولى الصورة الثانية المضمضة إذن هذه هي الثانية المضمضة ثم الثالثة الاستنشاق الاستنشاق هذا الشخص يقوم بعملية الاستنشاق ثالثا والرابع الاستنتار هنا هذا الشخص يقوم بعملية الاستنتار ثم خامسا مسح الأذنين الحصة الثانية أقوم تعلماتي أولا أصحح وأتعلم استيقظت فاطمة من نوم عميق ثم دخلت في صلاة العصر مباشرة أعبر عن رأي فيما قامت به فاطمة أقدم لها نصيحة إذن للإجابة عن هذا السؤال فاطمة نامت نوما عميقا والنوم العميق أو التقيل يبطل الوضوء والصلاة لهذا يجب عليها أن تتوضأ من جديد لتجوز صلاتها ثانيا أستخرج القيمة وألتزم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إذن هنا أذكر أهمية ذكر البسملة بداية كل عمل إذن للإجابة عن هذا السؤال ذكر البسملة ضروري ومهم في بداية كل عمل نقوم به في وضوئنا في صلاتنا في أعمالنا لأن الله يعيننا عندما نذكر اسمه ويبارك لنا في أعمالنا ويساعدنا ويحمينا وهذه من الآداب الإسلامية فإسم الله قوي ويقوينا بذكره ثالثا أحفظ وأنشد سننه السبع ابتدأ غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة استنشاق السنتار ترتيب فرده وذى المختار إذن إلى هنا ننهي هذه الحصة وإلى حصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر